أربعة أعوام وتعز تصح على فجائع الموت وتنام عليها تعقيدات كثيرة جعلت من المدينة بؤرة للموت ومسرحا لصراع المشاريع والأجندة الخارجية منذ إعاقة عملية التحرير كان الواضح أن هناك أمر ما يحاك تحت الطاولة مرت الأيام وتكشف ما كان يحاك لتعز صراعات أخرى بديلة لمعركة التحرير تعزيز وإذكاء للانقسام العسكري والسياسي ثم حرب ضد مكونات الجيش بدأ الأمر باغتيالات علنية استهدفت عناصر الجيش ثم تطور إلى استهداف علني ومعارك دارت في عديد من أحياء المدينة أثناء المعارك التي كانت تستهدف الجيش في العلن كانت هناك معركة أخرى تدار في جنح الظلام وتستهدف الجيش أيضاً كثيرون من أفراد الجيش اختفوا فجأة لتأتي التحقيقات الجارية الآن وتكشف عن وجود مقابر مخفية في بهوات المنازل لأفراد من الجيش والمقاومة بعضهم مضت أعوام على اختفائهم ما تم الكشف عنها حتى الآن 11 جثة حسب تصريحات أجهزة الأمن التي قالت إنها توصلت إلى هذه المقابر من خلال التحقيق مع مطلوبين تم إلقاء القبض عليهم من خلال عمليات الحملة الأمنية التحقيقات قالت أيضاً إن أماكن المقابر التي تم الكشف عنها كلها ضمن نطاق سيطرة كتائب أبو العباس وذلك أمر يقود إلى التساؤل حول دور وتورط الجماعة فيما تم الكشف عنه من جرائم وأعمال انتقامية